هقولك يا دكتورة يعني عشان يعني نحاول كده نحقق لك الحلم اللي انت كان نفسك فيه تعرفيني بنفسك اولا انه بتشتغلق دلوقتي اي انا اسمي الحكومي فتحية والشورى هالة وبحب اسم الشورى اكتر لانه مش لان اسم الحكومي يعني قديم او كبير علي ولكن لان اسم هالة كانت الاسم اللي والدتي تمانا الثانية تسميني بيه ولكن حرمت ان حقها في كده يعني من اوجه الظلم اللي تعرضت لها ان هي يعني حقها في ان هي تسمي بنتها اللي كانت لها وحيدة وما انجابتش بعدها حتى ده حرمت منه يعني انت عايشين في اين اهالة؟ في محفظ الضمياط ظرف كل مالية اين؟ ظرف نصر والله هو يعني بداية القصة بتاعت والدتي دكتور عمر ان هي نشأت في اسره بسيط الحالة او على عد الحال الاب كان بيشتغل وليه ظروف صحية وكانت الام هي المساعد يعني ليه بس للأسره بعد منتقالية اللي هي افضلية الولد على البنت الولد دي يحق التعليم وحقوق اخرى والبنت مساعدة للأم في المنزل وبرا يعني انا والدتي وهي لسه طفلة قبل جوازها اشتغلت يعني في اعمال اعمال شقة يعني كتير من الرجالة مش بتشتغلها كمان يعني اشتغلت في الاراضي واشتغلت اه يعني في صبت المباني واشتغلت اه في اه احجار البحر يعني اه وللبنت بقى حقها في ان هي يعني بتتجوز وهو كده ده اللي قدمت القصة بس واد احني فيه طبعا يعني صعوبات كتيرة وجهتكم من الفترة ابرز اللي الصعوبات دي كانت ايه والله يا هو يعني والدتي حتى لما يعني تجوزت تجوزت والدي عن فرق سن كبير يعني تخطى الاربين سنة يعني تقريبا في حدود الخانسين والدي كان لي يعني اولاد يعني في سن يعني والدتي في سن احساده وكان فرق سنة او فرق التفاهم بينهم كان يعني كان والدي يعني لي بعض يعني لي من الشدية او الطعبية او يعني يعني في الانصاف يعني كان ماسك شوية فوالدتي تحملت يعني اعاب العبء الصحي بتاعها نزلت اشتغلت يعني هي اثر انجابتني بعد مرور كام سنة وما انجابتش بعد انها اصيبت بصرافاتنا الرحم واثر بعد كده معها في العظم واثر على مشاكل صحية تانية وظهر اوراف الكبد وكده وعلى رقم من ظروفها الصحية دي انه نزلت برضو تشتغل وتساكل يعني عندي سرطان وتشتغل اوه والله بشتغل اشتغلت بالقرار دي واشتغلت بالقرار اوه نزلت عرضت من ظروفها الصحية عشان تكون والله اشتغلت بصراحة يا ستة عظيمة لو بقيدة دي ام المسالية والله بتستاهل ام المسالية على كل ده مريض السرطان وتكافح على بنتها عشان تعلمها وبتعالج وتشتغل وهي مريضة السرطان كابت والله فيه جلطب داي في اليمين كان نفسي تخوش كلية طب اهي كانت الحلم اللي كانت والدتي عايشت علشان وهي يعني تحلمت من التعليم او ما تعلمتش النمى جواها ان هي لما كتجوز وتخلفت تعوض اللي هي ما شابتهوش من تعليم في بنتها وانا انا جيت لها بعد سنين طويلة وما انجبتش بعدي فانا النمى جوايا ان انا يعني اعوضها وكون يعني هي موفوعة لها لما انجبتني ان انا نطقت النور او يعني الامان او العوض من ربنا بعد عذابها دا كله فانا يعني هي رسم مثل الطريق وانا انا خدت باديها وبيني وبين نفسي قلت لازم يعني اكون عوض ديها عن العذاب خدتك قرارت ازاي انك تسيب كلية الطب وتروح تمريت رغم ان دا كان حالمي من ازبالك او ايه لخلاك تعملي كده انا جبتي المجموع ودخلته الكلية بس يعني معها وفاة والدي واني مفيش سند الامي معتلهاش لا ابني يعني لا زوج ولا ابني ولا اخ ولا ولا خالي ولا عم ولا قريب من قريب ولا حتى من بعيد مع ظروفها الصحية ومع ان هي بالدارية وما متحسسنش باي ظروف هي بتمر بيها او متحسسنش بقلم ليها يعني بيني وبين نفسي قلت مش عايزها تحس في وقت ان هي عجزت عن تلبية مستجزمات الكلية او كده وان انا احول الكلية اللي يبقى منها وقت ان انا اشتغل بالجوار يعني واساعدها واكون مكونش عبقى عليها مادة وصحي اضافي عليها فالطريقة ان انا احول من طب التنبيد يعني كانت لحظة يعني من اسوأ ومن اكبر صدمات حياتي اليوم اللي انا حولت فيه من يعني في نفس الجامعة من طب التنبيد انا حضرت السيكشن عملي وكان يتقلن فيه من المعدين او من الدكاترة بيقولونا بيوجهونا يعني يخبونا يا دكاترة ويا دكتورة حضرت السيكشن وكنت واخد القرار سحبت الملف بتاعي وروح تبير كلية التمريد وقدمت وشؤون الطلبة وقلت له ما توجه ازاي بعد كده قالوا لي جدولك وشوفي اندي محاضرتك فين دخلت المحاضرة وكان فيه دكتورة بتشرح لينا دخلت في المدرج انا مش عارفة حد قد تاني وراي وجنبي زميلي ناجت الدكتورة بيمسات يعني مني يا دكتورة ليمس انا يعني الحالة انا كنت فيها انا ما بنسهاش يعني خالص مهم ما حصل دموع اللي يعني من همرت من عناية ومع كل سنة في التنسيق مع خطح باب التنسيق انا ليتفتح يعني جراحي يعني جارحي ان انا وصلت للكلية ويعني جبت المجموعة ودخلتها وما قدرتش اكمل في الحلم اللي امي هي نفسها كتعايزة وان انا قررت كده بده علشانها يعني ما انا مهما عد عليه انا ما بنسهاش اللحظة الاسر ندمانة انك انت عمادة كده لا مش ندمانة لان اللي ضحب بحياتها وامرها علشاني مهما اعمل ومهما قدم ما يجيش اي حاجة في اللي هي في اللي هي قدمته اللي ساعة جاءت وخبرتنا ووصلتنا بجيه بس انتي انسانة مضحية على فكرة وعايز اقولك ربنا اكيد حيجازيك خير ضحيتي بحلم حياتك في سبيل انك انتي ترعي امك وما تفتكر ان ده هيعدي كده لا ربنا هيديك ان شاء الله اكبر سواب اخبارها صحية دلوقتي انتي بترعيها والله هي من يعني هي والدتي مبتلة صحيا جدا يعني بدأ معها يعني نشوار الصحي بتاعها بسرطان في الراحة مؤثر على العظم عندها وزور ورا في الكبد واستقصلته وبعد كده هم في مشاكل في الصدر والقلب يعني الوضع الصحي صعب حبتين يعني عايزة قول ليه هي النارطة عايزة اقول لها انا مهما قدمت ومهما يعني سعيت مش هيجي في سعيك حاجة ومش هي يعني مش زرف اللي انت قدمتولي واللي انت ضحيت بيه علشاني وانا مهما ضحيت ما يجيش حاجة في ضحيتها علشاني انتي بتمشي بها دلوقتي حضرتها بتحركت زي في البيت انتي مشي على المشاية تمشي بالمشاية او بالعكاز او بتسند علي بالوضع الصحي اللي هي مرض بيه وظن انتي دي مشكلة ان حركتها صعبة طبعا ايوه هي ما بتحبش التكتيف ولا حتى العلاج وهي دايما حتى ده معنيها بنتها يعني هي تفكيرها ببنتها يعني مش بتفكر في نفسها ولا في صحتها ولا في مرضها هي كل تفكيرها بنتها وان هي تشوفها باحسن حاجة انت بتصرفوا منين المعاش الطقيل بتعود 1000 ينيه بتكفيكو بتعملوا ايه انتي؟ الحمد لله طبعا الحمد لله على كل حال بتعملوا ايه؟ موسيقى اه! يعني هو من اكبر وشاكلنا ان احنا كل الصروف اصحي او اي حاجة مررنا بيها و والدتا حتى بتذاري علي وجودها عشان مرتحسنش بtaa اي حاجة ده كله وと思います نتنقل من ايجار AAD فده عبت علينا يعني بشكل يعني لا يطاق ولا يحتمل إنه خصوصاً إن إحنا لتنين حريم أولاية ومش معنا سند من أب أو أخة أو أي حد معين وديت وضعها الصحي أو إن إحنا ما نكونش يعني في مطمع أو استغلال من حد لكل نحنا حريم يعني هو ده من أسوأ ظروفنا الحالية